بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المثال رح نتعرض لمصدر آخر من مصادر الانتراتس على البيك 16F877A اللي هو الديفايسز اللي بتكون مربوطة على البينز RB4, RB5, RB6, RB7 على بورت B احنا قلنا انه مصادر الانتراتس الخارجية بتكون مربوطة على RB0 او على RB4, RB5, RB6, RB7 قبل ما اشرح في هذا الكود ابيين لك شغله تعالي نشوف السيركيت اللي شغال عليها البرنامج هذه السيركيت خلينا اوقف شغل السيركيت اولا بعدين اعمل الستارت للسيركيت لاحظ السيركيت في عندي بزر مربوط على RD0 تيرميل مربوط منه على RD0 والتيرميل الثاني موصول مع الـ Ground حقيقة المثال هذي يمثل سيكوريتي سيستم انت ممكن تبنيه وتستخدمه في البيت عندك هذول الـ LEDs بمثل اللي ممكن يكونن حول الدار او في اماكن معينة من البيت هذول السويتشيز ممكن يكون مربوطات على الاماكن اللي ممكن يدخل منها الخطر في عندي ممكن يكون هذا على باب هذا على شباك هذا على ايش مكان يكون السويتش هذو بيعمل arming وdisarming للـ alarm system لاحظ انه السويتش هذو مربوط على RB0 هو مش مصدر الانتربت مصدر الانتربت رح يكون من واحد من هذول السويتشز اللي مربوطات على RB4, RB5, RB6 RB5, RB6, RB7 حقيقة الـ circuit مادامها not armed يعني الـ switch هذو على 0 بتكون شغالة البضاء الطبيعي اي الاضواب حوال البيت بعضه بشكل random بشكل مرتب زي ما بدك انت وما فيش اي مشكلة الان لو حصل اي تغيير على واحد من الشبابيك او واحد من البواب اللي هنال المصادر اللي ممكن يدخل من هال الانترودر ما فيش تغيير على شغل المين بروغرام the lights are still running وما فيش صوت طالع على البزر الان وانت طالع من البيت لاحظ هذا مثلا مفتوح وهذا مسكر وهذا مسكر وانت طالع من البيت بتعمل لالارم system بتعمل لالارم system طلعت وروحت إذا ما يحدث بعد ذلك إذا لازم حدا يرجع ويطفي الألارم هذا فأنت بترجع وتطفي الألارم هذا بتعمل disarming للألارم لاحظ شو صار وقف البزر ورجع السيستم يشتغل زي ما كان رجع السيستم يشتغل زي ما كان التغيير اللي حصل هون إنه حول من low to high على مين على البن هذا اللي هو من هذا البن R5 طيب الآن لو عملت arming للألارم مرة ثانية وانت نسيت الديار بالوضع هذا هذا مفتوح هذا مفتوح هذا إذا إجا واحد عملت arming للألارم واحد سكر هذا حصل نفس الإشي اعمل disarming للألارم انت لاحظت معاي إنه أي تغيير بتم على أي واحد من هذول الثلاث خلينا نجرب الثالثة هذا اعمل arming للألارم وغير الوضع هون برضو نفس الإشي برضو نفس الإشي ارجع سكر هذا بعد ما تعمل alarm enabling enabling شو بصير نفس الإشي نفس الإشي فهون بيختلف عن ال-rb0 interrupt إنه any change of status على البنات هذول سواء كان 4 أو 5 أو 6 أو 7 بيعطيني interrupt وبشغل ال-interrupt service routine اللي أنت بتكون مساوي تعالي شوف الكود تعالي شوف الكود هاي هي السلايد اللي عليها الكود المين بروغرام بعمل enable لمين يعمل enable لل-int-rb لل-int-rb وبيعمل enable لل-global bit وهاي المين بروغرام ما بساويش إشي بتطلع 10 hexadecimal على ال-port d اللي مربوط عليه فأماناته 10 إيش هاي اللي هي four zeros يعني هذا بيضوي الليد هذا والثاني بيضوي الليد هذا والثالثة هاي الكيس هاي بتضوي الليد هذا والرابعة ال-int-zero ضوي الليد هذا لاحظ الزيرو هاي بتطلع على ال-port d بس ما لهاش تأثير ال-one هي اللي بتخلي ال-one هي اللي بتخلي ال-pin هذا أو ال-pin هذا صير عليه one وبالتالي الليد هذا صير عليه one اوكي فأنا عملت enabling لل-interrupt الخاص في rb4,5,6,7 عملت enabling لل-global interrupt bit الآن ال-interrupt process is enabled completely لهذول ال-lines if an interrupt إذا أي change بصير على هذول بيستدعي الفونكشن الخاص في ال-interrupt اللي حكينا عنه ال-int-rb صح هذا ال-directive وهذا اسم ال-interrupt handler function شو بيساوي هذا بروح بيبحث لل- switch اللي موجود على rb0 اللي هو بيعمل arming و disarming لل- alarm system إذا كان هذا ال- switch يساوي 0 يعني إذا كان على rb0 في 0 شو بيصير ما بيضخلش في اللوب هذا نهائيا و بيكمل برجع ال-明ين program لكن إذا كان عليه يعني معمول arming لهذا ال- alarm كل ياته اللي بيصير إنه بيطلع output high على pin d0 مين هو pin d0 المربط عليه لل- sounder هذا بيطلع high وبعدين بعطيني delay وال- delay هون متغيرة ال- delay هون متغيرة بتبلش ب- 1 microsecond بعدين بيطفي لمدة 1 microsecond فأعطاني pulses وال- pulses هاي مختلفة ال- frequency لايش نعم بيعمل stepping قاعد ال- variable اللي داخل على microsecond delay هون هذا متغير فبعطيني pulses على sounder وال- pulses هاي شو بتكون بتكون متغيرة ال- frequency فبيطلع معك الأصوات اللي إنت اسمعتها اشتركوا في القناة